رايك رايك ايه يعني انت كلمت ان ايكس يعني بصقب يعني دايما عندهم الستايل اف بلاي والدي اي ايه رايك ايه في اللي حصل لايكس السنة دي يعني لأول مرة منشوف ايكس لغاية الدور الاول بينفس على الهبوط بيخرج من الكاس من فريق درجة تالتة ازاي نادي زي ايكس يحصل فيه التويست ده ويحصل فيه التغيير ده المشكلة في ايكس بان سيد مارك قام بيه المهمة رايعة كمدير فانيكس وانطرب ان يغادر وقع كمدير فاني وفي كرة القدم من المهمة للغاية ان تنظر الى اللاعبين الذين يتم تعقد معهم مع النادي اللاعبون كانوا يبحثون عن المال ولم يكونوا جيدين بالشكل المطلوب المدرب كان مهر للغاية المدير الفاني ولكن المدير الفني للمانيا انفق مئة مليون يورو على لاعبين سيئين ينبغي ان يكون لديك الحذر دائما عندما تتعاقد مع لاعب ان يتخذ القرار اكثر من شخص وليس فقط شخص واحد ان تكون هناك لجنة فنية وان تتاح الفرصة للاستشارة قبل ان تقوم بتوقيع مع اللاعبين لان هذا درس مكلف للغاية تعلمه ايكس الخامس في الترتيب في الدوري منذ خمس سنوات كانوا في نصف نهائي في بطولة للشامبينز ليج دوري الابطال الاوروبي فكيف انحضر به من القمة الى القاع بهذه الطريقة القرارات اللي خاطئة في الاندية وحتى في الاندية الكبيرة والاندية العظيمة ممكن تعطلق سنوات شفنا ده في ايكس شفنا ده في الميلان شفنا ده في اندية كبيرة قرارات خاطئة تعيين اشخاص غير مؤهلين ممكن لهذا المنصب او غير جادرين للمنصب ده او ما ينفعش يشتغلوا في الانفيرومنت والبيئة دي كلها حاجات مهمة جدا لادارة الاندية الكبرى لكن متأكد ان ايكس هيرجع نهي دي عظيم وهيرجع مرة تانية في اسرع وقت مهم اشتركوا في القناة